اشكرك اريد ابدأ اياك من قضية يعني كل حملة الشهادات الان على الهواء مباشرة ينتظرون زف البشرة ولذلك انا اسأل هل تم حسم ملف التعينات ومتى سيتم الاعلان النهائي والمباشرة هم ظل ببالهم انت وعدتهم شارف ثاني الدومون هم الان يسألون متى سيتم حسم هذا الامر استاذ نجم انا قلت احنا الان في ايام قطف الثمار اي الفارق اللي صار بين عدد درجات المستحدثة وعدد المتقدمين اللي هو اقل من ما ستحدث من درجات طلب بالتالي من عدنه اعادة النظر في عالية التوزيع وطريقة التوزيع باعتبار الان اكو رح يصير فوارق وهذه الفوارق بالتوظيف يجب ان تكون بطريقة مدروسة من خلال رفض المؤسسات اللي اكثر احتياجا للتوظيف الاولويات اعيد ترتيبها بشكل نظمن اولا ان وزارة التعليم العالي تاخذ استحقاقها من الدرجات الوظيفية حسب ما حدد الها بالكامل باعتبارها الجهة اللي بموجب القانون يجب ان يعين فيها الاوائل بالحد الادنى ومن ثم احتياجها من حمرة الشهادات العالية وبعدها يجي بالتراتبية وزارة التربية ادنى نقوصات حقيقية في الكوادر العاملة في ديوان الرقابة ادنى حاجة ماسة لهيئة النزاهة الرفضها بكوادر وظيفية ومجلس القضاء العالى فكانت تراتبية بهالشكل نعم من خلال التقسيم الدرجات لاحظنا انه عدد المتقدمين شكل حوالي 56% من عدد الدرجات المستحدثة بالتالي هذا راح ينعكس بالعدد والنوع لما تحتاج المؤسسة الحكومية زين ادنى تنظيم الاولويات بتصنيف الدرجات الوظيفية هذا طبعا نداحكي لك كل وقت هذا استاذ نجم هذا وقت عادة اي طبعا على 43 الف متقدم رقم موسهل يعني ساعات طويلة ومتأخرة من الليل طبعا وخلي بالك انه اكو فرق عنا بحدود ال 31 الف احنا نسد الثغرة في هذه الاعداد كلهم سيتم استيعابهم وتغذيتهم الى الاماكن الصحيحة لهم قضية اخرى ايضا لابس انه نطرق لها مازال احنا بقضية العناوين الاستحداثات قد يكون هناك بعض الاخطاء في استحداث العناوين الوظيفية هذه الاخطاء الوظيفية بناء على اجابة وزارة المالية لمجلس الخدمة عندما شخصة مثل هكذا اخطاء ان وزارة المالية طلبت المضي باجراءات التوظيف وسيتم معالجة وتكييف الوضع القانوني للمتعينين بعد مباشرتهم في دوائرهم ان شاء الله فلا يكونونهم في قلق يعني شبابنا من هذه القضية الى بناتنا وابنانا يعني ما كان يتحدث به السيد محمود نعم احنا عدنا حاجات لكن عندما يكون هناك مؤسسة تتعامل مع 130 الف ملف وهذه يعني الملفات كما يقال هي ملفات حاكمة لينبها حاجة الناس وتعرفون انتو الوضع اللي بالعراق انا مشرور انه الان العدد اللي مطروح اللي متقدميني 43 واللي موجود 74 الف درجة بمعنى الكل سيتم تعينه الرجل يتحدث بصراحة انه قضية المخاطبات بين الوزارات المالية الخدمة الاتحادي رئاسة الوزراء الجهات التي تطلب هذه التعينات يرادلها شوية وقت لان تعرفون احنا ما نشتغل بالحوكمة فنحتاج ان نصبر لكن التطمينات اللي قدمها الستاذ محمود ان الكل سوف يتم تعينه لكن تحتاج الى مناقلات وتحتاج الى وقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة